بسم الله الرحمن الرحيم تزامنا مع اقتراب موعد الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة سلك الاعدادي أحببت عزيزة التلميذات أعزائي التلاميذ أن أشارك معكم هذه المعلومات بصفة أستاذ مادة الرياضيات بسلك الاعدادي لعلها إن شاء الله تساعدكم في التحرير الجيد والأمثل لإجتياز هذا الاختبار في مادة الرياضيات في أحسن الظروف ويتعلق الأمر بالشكل العام أو صياء العام للامتحان الجهوي الموحدة الخاص بالرياضيات وما يجب على التلميذ معرفته إذن نبدأ على بركة الله بالتمرين الأول فالتمرين الأول في أغلب الحالات يتضمن درس المعادلات والمترجحات وكذلك درس نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين سؤال الأول في أغلب الحالات إذ لم أقل جميعها يكون عبارة عن حل معادلة والمعادلة تكون معادلة من الدرجة الأولى بمجهولين واحد مثال 2x زائد واحد تتساوي x نائس 2 سؤال الثاني نفس الشيء يكون عبارة عن متراجحة ومطابعة الحال متراجحة تكون عبارة عن متراجحة من الدرجة الأولى بمجهولين واحد مثال نأخذ نفس المثل ونضع رمز أكبر من أو أصغر من أو أصغر من أو يساوي أو أكبر من أو يساوي سؤال الثالث كي يكون عبارة عن معادلة لكن هذه المرة كتكون معادلة من الدرجة الأولى من الدرجة الثانية بمجهولين واحد المثال x نائس 2 عامل x زائد واحد تتساوي 7 فيما يخص النظمة فانطويتها النظمة أنها عبارة عن نظمة من الدرجة الأولى بمجهولين مثال 2x زائد واحد تتساوي واحد وx نائس y تتساوي 2 السؤال الآخر كي يكون عبارة عن مسألة وهذه المسألة فأغلب الحالات الصياغة والحل دياله يقول إلى السؤال السابق يعني إلى حل النظمة التي سبق وأن أمنى بحلها هذا فيما يخص التمرين الأول فيما يخص التمرين الثاني التمرين الثاني كذلك في أغلب الحالة يتضمن كل من درسي الدوال الخطية والدوال التألفية إذن ما يجب علينا نحن كتلاميذ معرفته فهو السؤال الأول أو العنصر الأول حساب يعني معامل دالة خطية أو تألفية مع تحديد تعبيرها النقطة الثانية حساب صورة عدد بدالة يعني حسب السؤال واش ف دالة خطية أو تألفية السؤال اللي بعده أو أحيانا كيكون نفس السؤال في نفس السؤال العكس يعني تحديد العدد الذي صورته بالدالة ف عدد معلوم النقطة الأخرى الذي يجب معرفته وهو تبيان هل النقطة بي تنتمي إلى التمثيل المبياني السؤال الرابع أو النقطة الرابعة ف يعني كتكون الصياغة دية السؤال مختلفة هناك من يضع بين أن النقطة بي تنتمي هناك من يضع هل النقطة بي تنتمي للتمثيل المبياني إلى آخرين قد نشوف المسألة آخر نقطة أخرى التي يجب معرفته وهو تحديد إحذاتياتي نقطة تآطع التمثيل المبياني للدلتين مبيانيا وهندسيا وكذلك جبريا سادسا طريقة يعني أو معرفة إنشاء التمثيل المبياني للدلتين أو الدوال التي يعني أعطوها نفر المتيحان في معلم متعامد ممنظم هذا فيما يخص تمرين ثاني بما يخص تمرين ثالث يتضمن كذلك درس المتجهد والإزاحة هنا يجب معرفة نقطتين إثنتين نقطة الأولى تحديد صورة نقطة بإزاحة هنا يجب على التلميذ استحضار مفهوم الإزاحة وعلاقته بتساوي متجهدين وكذلك بمتوازي الأطلع هذه ثلاثة العناصر خاصة التلميذ يكون أعارفهم جيدا نقطة الثانية تحديد أو معرفة تحديد صور بعض الأشكال التي سبقت سبق أم طبع الحل التطرق لها في درس الإزاحة هنا نقصد صورة مستئم بإزاحة صورة دائرة بإزاحة صورة زاوية بإزاحة هناك كذلك سؤال دي المسافة اعتمادا على نقطتين معلومتين من طبيعة الحل دونك المسافة ابي تساوي جيد المربع إكس بنائس إكس آس إثنان زائد إجريك بنائس إجريك آس إثنان وكذلك تحديد إحداثيتين منتصف إطعام مثال أم منتصف ابي دونك الإحداثيتين دي النقطة أم هما إكس بي زائد إكس آس إثنان إجريك بي زائد إجريك آس إثنان سؤال الخامس أو النقطة الخامسة هو تحديد المعادلة المختصرة لمستئم دي مثلا اعتمادا على نقطتين معلومتين دونك يجب تحديد الميل دي المستئم دينا ثم بعد ذلك الارتوب عند الأصل النقطة الأخرى التي يجب معرفتها هو تحديد معادلة مختصرة لمستئم يوازي مستئم دي مثلا اللي عندنا في سؤال الخمسة والمار من نقطة معلومة نفس الشيء تحديد معادلة مختصرة لمستئم عمودي على الدي والمار من نقطة معلومة ثم في الأخير أحيانا يطلب مننا إنشاء المستئمات في معلوم متعامد من منظم دونك هذا فيما يخص تمرين الرابع التمرين الخامس يتضمن درس الإحصاء وهذا التمرين بالخصوص فعلى التلميذ يعني يعني على التلميذ أنه ميزقلوش هذه اللغة سؤال الأول في التمرين أو النقطة الأولى في التمرين التي يجب معرفته هو كيفية حساب الحاسس الإجمالي المتسلسلة إحصائية نأخذ مثال بسيط الميزة الحاسس الحاسس المتراكم دونك تحديد منوال متسلسلة إحصائية أن المنوال المتسلسلة إحصائية هو قيمة الميزة التي لها أكبر حاسس المثال لعدنا نحن المنوال هو الميزة واحد كذلك حساب الحاسس المتراكم بمتسلسلة الإحصائية يعني مسألة سبق أو أن يعني أكيد شفتوها في الدرس الإحصاء مع الأساسيديو ديركم السؤال الآخر تحديد الإيمة الوساطية للمتسلسلة قلنا تنحسب المجموع لحدث نشوف الحاسس الإجمالي اللي عندنا مثلا عندنا الحاسس الإجمالي هو 18 18 مقصومة على 2 تساوي 9 دونك تنشوفوا إيمة الحاسس المتراكم الأكبر من 9 بالنسبة لنا هي 11 دونك الميزة 2 هي إيمة وسطية هناك كذلك السؤال دي المعدل الحسابي واللي تقريبا سنويا تتحط طريقة الحساب دونك أكيد كل شي كيعرفها ثم كذلك النسبة المئوية لميزة لإيمة ميزة معينة واللي تتساوي الحاسس دي الميزة التي طلب مننا حساب نسبتها على الحاسس الإجمالي في 100 وسؤال السابع أو نقطة السابعة التي يجب معرفتها أحيانا يطلب من ذلك وأحيانا لا يطلب من هذا السؤال ولكن يجب معرفته هو إنشاء مخطط الحاسسات أو الحاسسات المتراكمة وهنا يجب الانتباه إلى ماذا طلب مننا هل الحاسسات المتراكمة أما في ملخص التمرين السادس فدائما يتضمن درس الهندسة الفضائية وحساب الحجوم والمساحات وحساب الحجوم والمساحات في هذا التمرين دائما في المعطايات يكون عندنا مجسم إما عبارة عن موشور آئم أو هارم أو أسطوانا ما يجب معرفته هو أولا تطبيع مبرهنة طالس وفيطا غرص لحساب الأطوال أو تبيان توازي أو التعامد كذلك حساب مساحة الأشكال الاعتيادية مثل المتلات المربع المستطيل الدائر المعين فهذه الأشكال خاصنا نكون عارفين يعني كيفية حساب مساحة دياله هناك كذلك سؤال ديال حساب الحجوم أو حساب حجب المجسم في الفضاء هنا بش يعني لكي لكي نسهل شيء المفهوم فعدنا نقطتين الحجم الموشور أو الأسطوانا أو الأسطوانا فهو دائما يساوي مساحة الأعيدة في الارتفاع دائما يساوي مساحة الأعيدة في الارتفاع بالنسبة لي نحن بي تعني مساحة الأعيدة أما فيما يخص الهارم وهو يعني الوحيد الذي حجمه يساوي مساحة الأعيدة في الارتفاع على ثلاثة ثم الفكرة السؤال أو النقطة الرابعة التي يجب معرفته كذلك هو حساب أطوال أحد أحرف المجسم حساب طول طول أحد أحرف مجسم آخر أو مساحة آعدته أو حجمه اعتمادا على نسبة تصغير أو التكبير التي يعني تعطينا في المعطيات أو العكس بمعنى تحديد نسبة اعتمادا على المعطيات السابقة هنا يجب التركيز على نقطة مهمة ومهمة جدا عندما يطلب مننا حساب طول يكفي النظرابة الطول الذي نتوفر عليه في نسبة تصغير أو التكبير أما عندما يطلب مننا المساحة فيجب علينا النظرة النأمة بضرب يعني المساحة التي نتوفر عليها في نسبة التصغير أو التكبير كأس إثنان كأس إثنان في حين الحجم نأمة بضرب الحجم الذي نتوفر عليه في كأس ثلاثة هذا الشكل العام أو سيئة العام للامتحان الموحد الجهوي الخاص بسلك الإعدادي نصائف إرشادات عامة يقولون أن فهم السؤال هو نصف الجواب وأنا أقول في الرياضيات فهم السؤال هو الجواب كله فمثلا عندما يطرح السؤال بالطريقة التالية تحق أن العدد 2 هو حل للمعادلة 2x نائس 4 تساوي 0 أو هل العدد 2 هو حل للمعادلة 2x نائس 4 يساوي 0 كذلك يمكن أن يطرح نفس السؤال بي بين أن العدد 2 هو حل للمعادلة 2x نائس 4 يساوي 0 كذلك يمكن أن يطرح على الشكل التالي حل المعادلة دونك كين خطأ الكتابة حل المعادلة 2x نائس 4 يساوي 0 فإذا لاحظنا فهذه الأسئلة التي عندنا فهي كلها تصب في سؤال واحد هو حل المعادلة لكن من خلال الأسئلة نلاحظ أنه هناك يعني تفاوت في درجة الصعوبة فيما يخص هذه الأسئلة فإذا أخذنا مثلا السؤال تحق أن العدد 2 هو حل للمعادلة 2x نائس 4 يساوي 0 فهذا هو أسهل سؤال يعني في هذه المجموعة في هذه الأسئلة التي عندنا بربع لماذا؟ لأنه ضمنيا العدد 2 هو حل لهذه المعادلة ضمنيا العدد 2 هو حل لهذه المعادلة لأنه طلب مننا فقط أن نتحق من ذلك طلب مننا فقط أن نتحق من ذلك لكن عندما يطلب مننا هل العدد 2 هو حل لهذه المعادلة فهنا لا نعرف هل العدد هو حل للمعادلة أم ليس حل بمعنى هذا السؤال يقبل اختيارين الاختيار الاول يعني الجواب صحيح اثنان هو حل المعادلة والاختيار الثاني اثنان ليس بحل هذه المعادلة لكن في مجمل الامور السؤال الاول يعني تحققنا وهل يعني يكفي ان نقوم بتعويض اكس بالامر او بالعدد اثنان ونلاحظ او نشهد نتيجة اذا كانت النتيجة متساوية اذا فالعدد حل لهذه المعادلة واذا كانت النتيجة غير منطقية يعني غير متساوية اذا ليس بحل هذه المعادلة لكن عندما يطلب مننا بين ان العداد اثنان هو حل هذه المعادلة فالسؤال الثاني يعني بين انه وتحقق انه فهما يعني متشابهين يعني جوج يعني الاسئلة بجوج يعني يصبان في هدف واحد او في نطر واحدة ان اثنان هو حل لهذه المعادلة لكن هنا طلب مننا ان نبين ذلك لكي نبين ذلك يعني يمكن حل المعادلة كما انه يمكن التعويض العدد اكس بالعدد اثنان ولو نحض النتيجة لكن عندما يطلب مننا حل المعادلة كما هو في السؤال الرابع حل المعادلة اثنان اكس حس اربعة ع Sic大家都 في هذه الحالة فنحن اصلا لا نعرف ما هو حل هذه المعادلة لا نعرف ما هو حل هذه المعادلة وعند حلنا لهذه المعادلة لا نكون متأكدين هل الحل الذي قمنا بحله صحيح وجدناه صحيح أم ليس صحيح لكي نخرج من هذه الأقعاء يجب علينا أن نقوم بتعويض x بالحل الذي وجدناه للتأكد من الحل باختصار شديد كما قلت في البداية ففهم السؤال هو الجواب كله بمعنى عندما يطلب منه في السؤال تحقق أنه أو بين أنه فيكون السؤال سهل سهل جدا مؤردنا بالسؤال هل أو حل مثلا نصائح أخرى وإرشادات عامة يجب استغلال حي الزمني المخصص للاختبار بشكل أمثل كيف ذلك عزيز التلميذ عليك أن تبدأ أو أن تبدأ دائما بالأسئلة التي تراها سهلة ولا تطلب منك جدا اعلم جيدا أنك في لحظة تحصيل حاصل بمعنى حاول تركز جيدا على ما حصلت عليه خلال الموسم الدراسي لا تضيع وقتك في سؤال أنت على علم مسبق أنك لا تعرف ولن تستطيع إجابة عليه حاول الاستثمار وقتك وتركيزك في الأسئلة التي تستطيع الإجابة عنها وأخيرا وليس أخيرا أبدا اعلم عزيز التلميذ عزيز التلميذ أن عملية اجتياز اختبار في الرياضيات مثله ومثله وعملية استياد العصافر كلما كان الناس بارعا كلما اصدادها عادة أكبر بالفرنسية نقول يجب أن نعرف كيف تحصيل الرياضيات وختاما أتمنى أن تفيدكم عزيز التلميذات أعزيز التلميذ هذه النصائح في اجتياز الاختبار الموحد الجهوي لمدة الرياضيات الخاص بتلميذ سنة الثالثة إعدادة وأن يوفقون إن شاء الله في المواد الأخرى وفأكم الله جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته